السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما هي أعراض وضعف النظر أو علامات وضعف النظر؟ بداية قد نلاحظ انحراف العيون للداخل أو الخارج بينما يكون انحراف العين ملحوظا بشكل كبير جدا وإيضا من الممكن أن نلاحظ عدم القدرة على تثبيت العيون على مكان واحد وثابت لمدة أو لفترة طويلة وإيضا من الممكن أن يكون الفرق المتكرر للعيون أن يكون سببا أيضا ومن الممكن كثرة الدموع ورمش العيون باستمرار ومن الممكن إمالة الرأس عند محاولة التركيز ومن الممكن أن نلاحظ احمرارا وتورما كبيرا في العيون وملحوظ نوعا ما ومن الممكن أن نلاحظ حساسية لأضوء أو عدم القدرة على النظر لأضوء سواء كان المصابيع المختلفة أو الشمس ومن الممكن عدم تماثل العينين في الحجم أو في مستوى النظر وإيضا الإغلاق المتكرر لعين واحدة ومن الممكن عدم القدرة على تتبع الأجسام في مجال الرؤية ومن الممكن الشكوى من صعوبة الرؤية أو الضبابية الشديدة في الرؤية ومن الممكن أن نلاحظ أن نقوم بتقريب الأجسام للتمكن من رؤيتها إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر